السلام عليكم مرحبا بمحب النباتات أهلا بكم موضوع اليوم حول النبات النعناع ترون النبات النعناع هذه أحواض احترقت ونمت من جديد طبعا هذا الموضوع تلبية رغبة إحدى المشتركات الكريمات ليو أحدثكم عن نبات النعناع وعن كيفية اكثار هذا النبات هذه أحواض كما تلاحظون احترقت في فاصل الصيف بفعل درجة الحرارة المتفعة أو الحر الشديد تركت مثل هذه الأخصان أو الفروع الجافة في التربة لتكون كسمات ونمى من جديد النعناع نبات سهل النمو ما شاء الله سيملأ كل الأحواض ما شاء الله نبات سهل جدا تعتبر هذه طريقة من طرق اكثر النعناع وهو النمو الذاتي ينمو لوحده من جديد ويملأ الأحواض الأفضل زرعه في الأحواض أفضل كبيرة أحواض عريضة نبات رائع النعناع مفيد في كل بيت يعطب من عشاب العطرية المنزلية الضرورية لكل بيت طبعا هذه كلها فروع جافة ونمت من جديد ما شاء الله هذا هو نبات النعناع كما قلت هذه إحدى طرق اكثر نعناع هو تركه في الحوض كما هو وينمو من جديد أو حج نبات نعناع أثناء الحصاد وينمو من جديد يعتبر نمو ذاتي لنبات النعناع أما الطرق الأخرى فهي طرق سهلة أيضا سنتحدث عنها منها نأخذ أو نشتري حزمة نعناع ونستخد لها نأخذ منها جزء للإكثار هكذا هكذا تكون حزمة هكذا نأخذ عقل أجزاء السفلية لنبات أو للعقل الحزمة في هذا الشكل ونكسر جزء منها في الماء نختار العقل السليمة أو الأجزاء الأخصان أو الفروع السميكة نوعا ما لتصلح كإكثار في الماء واكثار في التربة هذه الأجزاء السفلية لعقل حزمة نعناع نغرسها في التربة بعدة طرق إما أفقيا أو نضعها بشكل عمودي نغرسها في التربة وأحسن طريقة لغرس نبات نعناع هكذا بشكل أفقي أفضل طريقة هنا العقل تنمو منها طبعا الجذور ونغطيها بطبقة خفيفة من التربة إضافة إلى الري نعطي ري مشبع لهذه العقل ونغطيها إذا كان الجو بارد هذه هي النتيجة بعد حوالي شهر انظروا هذه العقل التي أكثرتها في الماء ما شاء الله انظروا ما شاء الله كانت ناجحة وما شاء الله سريعة من سريعة النمو ما شاء الله انظروا هذه الجذور طبعا نغير لها الماء في كل مرة ونختار كما قلت العقل السليمة وذات سمك متوسط وهذه العقل التي وضعتها بشكل أفقي ما زالت بطيئة تحتاج إلى وقت حوالي شهر ونصف أو شهرين حتى تلمو بشكل أفضل بينما الاكثار في الماء سريع جدا وسهل جدا هو أفضل طريقة لإكثار النعناع أن نكثره في الماء خصوصا إذا اشترينا حزم نعناع سهل الاكثار وهذه العقل النعناع أو الحوض النعناع ما شاء الله بدأت تنمو نبتات النعناع التي كانت ضعيفة بدأت تنمو بشكل أفضل بعد اعتدال الجو بدأت تنمو ما شاء الله هذه العقل التي غرستها طبعا وضعتها عفوا في الماء وحن وقت غرسها في التربة بعد أن غيرت لها الماء عدة مرات هنا وقت غرسها في التربة نوزعها كذا نعمل ثقوب في الأواني أو الأصص ونضع العقل المجدرة طبعا طريقة سهلة جدا لإكثار النعناع كما ذكرت ينمو النعناع بشكل ذاتي في مكانه إذا احترق أو أقوم بحصاده وينمو أيضا إذا أكثرناه في الماء كعقل أو اشترينا حزمة نستغل جزء السفلي منها ونكثره بشكل عقل وفقية نضعها على سطح التربة أو جذور النعناع كذلك إذا حصلنا حتى على الجذور يمكن إكثارها وأفضل طريقة لإكثار النعناع هو وضعه في الماء خصوصا إذا وضعنا باقة نعناع في الماء في المطبخ نأخذ الأوراق نستفيد منها والجزء السفلي إذا حصل له تجدير نغرسه بكل بساطة في أواني في التربة طبعا ونحصل على أصص من النبات النعناع الرائع بكل بساطة طريقة سهلة وبسيطة جدا هكذا يكون أكثر النعناع نضيف التربة طبعا للأصص لهذه العقل الناجحة التي أكثرناها بكل بساطة نضيف لها التربة هكذا نضع خمس أو ستة عقل الأفضل أن نضع عقل كثيرة في الإصصيص حتى نحصل على إصصيص مملوء بالنعناع لأننا نستفيد من هذا النعناع ومن أوراق النعناع لذلك الأفضل أن نكسره في أحواض أفضل أو أصص كبيرة كبيرة الحجم لنحصل على نبتات كثيرة من نبات النعناع هكذا يكون الإكثر بكل بساطة نعطي الرية المشبع طبعا في كل عملية غرس لأي نبات هذه الرية الأولية المشبعة تسمى هكذا ونضعه في مكان مناسب بعيدا عن كل طيارات الهواء وعن الأمطار وعن الشمس الحارقة إذا كان الجوش مشمس بفصل الصيف طبعا وهذا إكثر طبعا في الخريف أفضل إكثر وفي الربيع كذلك هكذا نحصل على نباتات النعناع الرائع لما تنمو بشكل جميل في هذا القصيس هذا هو إكثر سهل وبسيط للنعناع ونضعها في نفذة المطبخ ونأخذ منه ما نشاء من نباتات النعناع شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء